السلام عليكم هذه محاضراتنا الأولى لتعلم البرمجة بلغة الفيجوال بيسك وهي المادة التي سوف ندرسها خلال الفصل الثاني الفيجوال بيسك هي لغة برمجة وواحدة من أهم اللغات المستخدمة في برمجة التطبيقات طورت هذه اللغة الفيجوال بيسك كثيرا وهي لغة مرئية سهلة التعليم وبسيطة وفي نفس الوقت هي لغة قوية ومشهورة أيضا يستخدم الفيجوال بيسك مفهوم البرمجة الشيئية وهي الـ Object Oriented Programming والتي تتكون فيها البرامج من عدة أشياء أو مكونات وهي الـ Objects كل مكون له مجموعة من المواصفات والخصائص Properties تحدد شكله وسلوكه وله ردة فعل أو الـ Action يتاح من خلال التفاعل مع الأحداث اللي هي Events أو المستخدم اللي هو الـ User بحيث تمكن المبرمج على أن يجعل كل Object يتفاعل بالطريقة التي يريدها ويتم ذلك من خلال شفرة برمجة يتم إضافتها للبرنامج هذا هو أو هذه هي إيقونة البرنامج عند الضغط عليها سوف تظهرنا هذه الصفحة كما نشاهد أمامنا هنا خيار New تكوي ملف مشروع جديد هذا الخيار يفتح الملفات المغزونة سابقا أما هذا الخيار وهو يحوي على قامة بالملفات التي فتحت مؤخرا من نسبة لدينا سوف نتعلم الموضوع من البداية وهو كيفية عمل برنامج جديد فبالتالي سوف نختار Standard EXE ومن ثم نضغط على Open هنا ظهرت لدينا الصفحة الرئيسية حيث نجد أن قوام البرنامج لا تختلف كثيرا عن الكثير من البرامج السابقة التي قمنا بدراستها مثلا برامج المايكروسوفت المعروفة الورد والأكسل لاحظ كيف تبدو هذه النافذة لبرنامج Visual Basic النافذة الرئيسية تتكون من ثلاث أقسام القسم الأول الذي نراه ها هنا والذي يعرف بشريط العنوان سنلاحظ ها هنا أن شريط العنوان قد سجل بعنوان Design أي أننا نحن في طور التصميم إذن الكلمة التي بين القوسين تعكس الطور الذي يعمل به Visual Basic حاليا وهو Design أي أثناء تصميم البرنامج عند التنفيذ سوف يكون Run أما عند إيقاف البرنامج بصفة أو بصورة مؤقتة سوف تكون هنا Break شريط القوائم شريط القوائم هو شريط الذي يظهر أسفل شريط العنوان من نافذة Visual Basic الرئيسية هذا الشريط يحتوي على مجموعة القوائم الرئيسية لبرنامج Visual Basic كل قائمة تحتوي على مجموعة من الأوامر المتعلقة فمثلا Fire تحتوي على الأوامر الخاصة بالمشروعات والملفات مثل حفظ أو تحميل أو إضافة ملف قائمة الثانية لهم Edit تحتوي على الأوامر الخاصة بالتحرير مثل القص واللسق والنسخ وإلى آخره بالنسبة للView تعمل محتويات هذه القائمة على إظهار بعض الأشياء مثل صفحة الكود والفورم وإلى آخره شريط الأدوات يحتوي شريط الأدوات على مجموعة من الأوامر التي نستخدمها دائما في برنامج Visual Basic بمعنى آخر أن هذا الشريط هو أيضا لتسريع العملية العمل وذلك لأن هذا الشريط أو هذه الأوامر موجودة بالأصل في شريط القوائم فمثلا ها هنا Open Project اللي هو موجود أيضا في File Save أيضا موجود في File وإلى آخره فإذن هذه الأدوات موجودة ها هنا لغرب تسريع عملية كتابة البرنامج نافذة الأدوات هذه هي نافذة الأدوات يعتبر شريط الأدوات من الكائنات والنوافذ الرئيسية ويحتوي على كل الأدوات التي يمكن أن تضيفها للفور سوف نحاول التعرف على هذه الأدوات وكل أدات والعمل الذي تقوم به بشكل مختصر الأدات الأولى Pointer فلنفرض أننا كنا قد ضغطنا على إحدى هذه الأدوات انتبه إلى شكل الماوس هذا هو شكل الماوس هنا إذا رغبنا أن نعيد شكل الماوس السهم أي السهم إلى الشكل الطبيعي نذهب إلى هذه الأدوات نضغطها هنا فيرجع المؤشر إلى الشكل الطبيعي Picture Books تتيح ضافة صورة فلنفرض أننا قمنا بإضافة هذه الأدات قمنا بإضافتها فلنحاول إضافة صورة نذهبها هنا نضغط سوف يظهر لنا أدات أين موجودة هذه الصورة Disector نبحث عن الصورة هذه هي الصورة لكن نجد أن الصورة بهذا الشكل ولم تظهر بشكل كامل كيف نستطيع أن نقوم بأظهارها بشكل كامل؟ من خلال الذهاب إلى الخصائص طبعا سوف نتعلم هذا الكلام جميعا إن شاء الله بالتدريج ولكن هنا ما دامنا نستعرض الأدوات سنحاول أن نشرح ما يمكن شرحها لكن هذه الأدوات سوف يتم شرحها لاحقا وحسب الفصول نذهب إلى الخصائص الـ Other Size هنا هو False أي متوقف نضغط عليه ونفعله مباشرة أنطل حجم الحقيقي للصورة Label Label هي الأدات التي تتيح لنا إضافة عنوان إلى البرنامج أو نص في أي مكان من الفور فينفرض أننا استخدمنا هذا الـ Label صغير نجد أن هناك مكتوب كلمة Label أوكي بس أنا أريد أغير هذه التسمية طبعا تبوه هناك الـ Caption هو المكان اللي نغير فيه التسميات نقوم بعملية حدث الاسم السابق ونبدأ بكتابة الاسم الذي نختاره للبرنامج ونفرض برنامج أوكي لا مباشرة نغير تسمية وظاهرة التسمية الجديدة اللي ردنا إذن الـ Label هي الأدات تتيح إضافة عنوان إلى البرنامج Textbox Textbox هذه الأدات تستخدم لإدخال أو إخراج البيانات لإدخال أو إخراج البيانات وسوف نوضح ذلك لاحقا في هذه المحاضرة Frame وهي أدات هذه الأدات تتيح لك Frame إطار وتضمين بعض الأدوات بداخل هذا Frame فلمثلا أحبيت أن أضيف ها هنا Text في داخل هذا Frame Command Command بطل يستخدم أو تستخدم هذه الأدات لتنفيذ عملية معينة عند الضغط عليه هم قوسين الـ Command هو الـ Power أطلاقة الكهربائية التي من خلالها نستطيع توصيل الكهرباء لتنفيذ البرنامج Checkbox باللون الأحمر باللون إلى آخره فتضع على مات صح أو تقوم بتفعيلها إذن هذا الخيار ينطيك أن الإمكانية اختيار أكثر من Option وهو على عكس الـ Option وهي أدات لقطة اختيار وفيها يمكنك أن تختار اختيار ما من عدة اختيارات فلنفرض أنك أمامك تختار أما درجة الحرارة سيليزي أو فرنهايد هنا يجب أن تختار اختيار واحد أما سيليزي أو فرنهايد Combo Box أدات تضيف إليها قائمة منسدلة ليختار المستخدم منها إحدى القيم مثل هذه كأنه مثل هذه القوائم المنسدلة فمن خيار اللي هو الـ Combo Box Last Box وهي أدات قائمة List تشبه القائمة السابقة لكن مع الفارق أن هذه الأدات ليست منسدلة Scroll Bar Horizontal Scroll Bar وهي أدات الشريط الانزلاق العرضي أو الأفق وتستخدم في انزلاق الصور والكائنات الأكبر من اللازم أرضية مثل هذه هذه هي القصد بالHorizontal أوكي هذا هو Horizontal Scroll Bar أما Vertical Scroll Bar هي أدات تشبه الأدات السابقة ولكن الشيطة لإنزلاق يكون شكل العام التايمر هي أدات المؤقت ووظيفتها أنها تقوم بأداء عمل معين أو عدة أعمال معينة بالصفة دورية كلما مر زمن معين نقوم بتحديدها وهذا سوف تتطبقها إن شاء الله بالمحاضرة الثالثة أو ثالثة إن شاء الله Drive Less Box Drive Less Box والذي هذا شكله نشوفوه هنا حالة حالة كانه دايبين أنه لدرايف الموجود بالحاسب اللي هو السي إذن هو عبارة عن Less Box فيه أقسام القرص الصلب وقسمي القرص المرن والسيدي There Less Box وهو عبارة عن أدات Less Box هذه الأدات تقوم بعرض المجلتات اللي هي الفولدر الفولدر في مسار معين تحدد أن طبعاً هذه الأغلبية هذه الأدوات يجب أن تكتب فيها كود لكي نستطيع أن نقوم بعمل التنفيذ وسوف نتعلم كيف يتكتابة هذه الكودات لحظة File Less Box هي عبارة عن أدات Less Box تقوم بعرض الملفات الفايل في مسار معين أما الشي هو عبارة عن أدات رسم أشكال معينة واللين هو عبارة عن رسم خط في الفورم والإمج هي أدات إضافة صورة لكنها تختلف في بعض الاختلافات عن الأدات الموجودة واللي شفناها سابقاً وهي البكتر بوكس Data وهي اسم تستخدم في ربط وهي آسف أدات تستخدم في ربط البرنامج بقاعدة بيانات خارجية فمثلاً أن وضعها سوف تظهر لدينا طبعاً لن تتنفذ إلا بعض الكتابة الكود لكنها أيضاً سوف تربط بقاعدة بيانات خارجية الأدات الأخيرة وهي أدات ربط وتضمين ملفات وبرامج خارجية ضمن برنامجك طبعاً أنتم لاحظتوا كيف قمت بعملية إضافة الأدوات طبعاً هناك طريقتين لإضافة الأدوات الطريقة الأولى التي كنت أستخدمها قبل قليل وهي الرسم بمعنى أذهب إلى الأدات التي أرغب في إضافتها نضغط ضغط واحدة بالماوس ثم نذهب إلى المكان الذي أريد أن أضع به الأدات وقم بتحريك الماوس تم إضافة الأدات هذه الطريقة الأولى وتعلم بطريقة الرسم الطريقة الثانية وهي طريقة النقر المزدوج من خلال الضغط المزدوج على أي أدات من هذه الأدوات مباشرة سوف تظهر في هذا المكان وبهذا الشكل وبهذا الحجم مثلاً سوف أضيف أدات ثانية ظهرت في نفس الحجم وفوق الأدات السابقة وبالتالي سوف نحتاج الضغط والسحب لكي نفرقهما وكذلك لكي نستطيع تغيير حجمهم من نسبة طريقة النقر يجب أولاً أن أضغط على الأدات ومن ثم أقوم بعملية التغيير وحسب الشكل أو الحجم الذي أرغب بورعة وكذلك السحب نقر والسحب أنقله إلى مكان آخر هذه هي طرق إضافة الأدوات إلى نافذة البرنامج طبعاً هذه هي نافذة البرنامج وهي عبارة عن نموذج فارغ نكون يعني هنا نستطيع وضع عليها الرسوم والصور والأزرار إلى آخره هذه هي ما تعرف بنافذة المشروع وتحتوي على الملفات التي يتضمنها المشروع أما هذه فهي نافذة البروبرتيز نافذة البروبرتيز أو الخصائص والتي تكون لكل كائن بمعنى هذه النافذة تحتوي على خصائص جميع الكائنات والأدوات التي تم إضافتها في المشروع بما فيها خصائص الفورم اللي هو الصفحة الرئيسية لاحظ أن اسم الكائن يظهر في أعلى النافذة وأن الخصائص تظهر في منتصف النافذة فينفترض هنا ضغطنا على الفورم أول شيء نتبه هنا هنا كان على الكوماند البروبرتيز كانت على الكوماند عند الضغط على الفورم مباشرة مباشرة حول البروبرتيز المن للفورم اللي آني به طبعا نساء بها فورم فورم الثاني طبعا شو تنقل ما بين الفورمات أذهب هنا إلى هذه الشاشة اللي قبل شوية اللي أحنا سميناها نافذة البرنامج من خلال هاي النافذة مع البرنامج أستطيع التنقل ما بين الفورم أوكي نرجح هنا فمثل ما أجلنا سأسعد ضغط على الفورم ورح تظهر لي البروبرتيز للفورم الثاني وهذه هي خصائص هذا الفورم أو هذا الكائن وهذه النافذة كما ترون تحتوي على الخاصية في اليسار وقيمتها في اليمين فمثلا خاصية الكابشن هذا هي الكابشن تحتوينا على الفورم طبعا هناك الكابشن اللي هي الاسم يعني مباشرة طبعا أقدر أضلل وأكتب الاسم للبرنامج يعني شوفوا أنا شايد أكتب برنامج شنو البرنامج اللي أنا ده أشتغل عليه هل هو برنامج مثلا عملية ضرب عددين أو هل هو برنامج لصنع آلة حاسبة أو إلى آخر فأقدر أستطيع مثلا أكتبه هنا فهنان نقدر نقول حاسبة الكترونية فراحل هنا مباشرة اتغيرت التسمية فصار اسمه هو عبارة عن حاسبة الكترونية وهكذا أوكي طبعا كل كائن في البرنامج يحتوي على مجموعة من الخصاص طبعا هذه الخصائص تختلف من كائن لآخر وكذلك عدد من الخصائص مشترك ما بين هذه الكائنات فمثلا النام كل الكائنات يعني تمتلك خاصية النام طبعا خاصية النام اللي هي هاي موجودة هنا انتبهوا طبعا النام يختلف عن العنوان اللي هاي النام هذا الثابت ينطي البرنامج فمثلا قلنا النام وذلك ان هذه الخاص يمين من الخواص اللازمة في الفيديوال بايسيك عندما تريد في استعراض او تغيير خصائص احدى النوافذ او الادوات في مشروعك لازم ننقر علي ونغير لكن هذا النام ما يتغير لكون انه هذا النام هو وجد من خلال المرنامج اوكي حسنا نريد نتعرف على هذه الخصاص بشكل عام شنو اسمائها شنو فعالياتها شي سوي لكم خاصية زين فنجي نتعرف عليها طبعا اول خاصية اهنان اللي هي مثلا alignment اللي هو تحديد مكان النص اللي هسا كتبنا فلنفرض هسا هنان هسا بالتاكس وان ننتبه properties المن للتاكس وان طبعا لو نجي نباوع الكتابة او العنوان او النص اللي ظاهر ظاهر خلي نقول وين في اهل الجوانب اوكي ان كان في اليمين او الشمال شو نقدر نسوي مثلا في الوسط مباشرة نذهب ال alignment نضغط ها هنا ونقول اوكي انا احتاج center فهو مباشرة خلى center الخاصية الثانية fairness اللي هي المظهر الخارجي ايضا تحديد شكل الادات اما بشكل عادي او ثلاث الابعاد طبعا هنا يعني ما يبين كلش مثلا سهابة انا اختليت مثلا فلا اتباع وشو انتغير الشكل ما انتبهوا هنا اعيد الحالة اذا خليت ثلاث ديم صار هذا الشكل كأنه صار إلى العمور الاثرسايز اللي هو تغيير الحجم تلقائيا طبعا الخصائص مثل ما قلنا هساب الاثرسايز يصد اقول عنه هو ما موجود وين اهنان ما موجود وين اهنان لأن اكو خصائص موجودة في مكان وخصائص موجودة في اماكن ثانية مثلا بالتكست ما كفش اسمه اوترسايز لكن بالليبل موجود كفش اسمه الاثرسايز فاذا كانت true يعني ان الادات ستتخذ حجم تلقاء يناسب محتوياتها مثل ما قبل شوية شوافتكم من خليت صورة هنا بال picture box من سويت true مباشرة اخذ الحجم الصحيح المن للصورة هنا من غيات رجع الحجم الصحيح الاصلي bag color bag color هو لون الخلفية لون الخلفية اللي انت تريد تضيفه هنا فلذلك عنده الذهاب الى bag color والضغط على هذا السهم رح ينطيني اما الالوان اللي هي math system اللي تشوفوها كلها اسهد ورصاص وابيض او من خلال الوان الثانية تقدر انت تضيف الخلفية لها bag style هو شكل خلفية اما شفاف او ملون border style هو السمك اطار النص مثلا الان هنا السمك غيرته بهاي طريقة فايضا خليته اذا اذا رجع الcaption الcaption هو العنوان او النص العنوان الذي سيظهر للمستخدم فوق الادات فلنفرض انه كان لدينا عملية اوكي عملية ضرب فهنان اذا بدل هذا الابل اقدر اخلي رمز مثلا عملية الضرب طبعا هنا كوني انا فعلته ثواني اوكي حتى لا يتغير كل ساع نشوفون طبعا انا صغيرة جدا سنكبرها ان شاء الله اهنا طبعا اقدر ارجع اخليها اوين بالمنتصف اذا خليت عملية الضرب هنا بالمنتصف طبعا اقدر اروح هنا حتى على موض الفون تنكبر اوكي مثلا انا اريد 17 اريد بولد وحقول له اوكي وكبرت عملية الضرب طبعا نورح نعرف الفون بس حبي حتى تبين فهذا استعجلت وسنرجع نكمل الباق ان شاء الله اوكي نرجع ايضا عدنا control box احنا مثل ما قلنا مو كل الادوات موجودة موين يعني عفو مو كل البروبرتيز موجودة في كل الكائنات يعني مثلا control box من الممكن موجود في مكان اخر مثلا خلي نقول مثلا انه موجود بصراحة هنا في picture box فلاذا احنا نتكلم عنه فقط كتسميات ومن وصل ان شاء الله للفصول المفروض نشرح بها راح نشوف وين تظهر control box يعني هنا ما يظهر في اعلى كل نافذة في اقصى اليمين اللي بتحكم به data field هو حق القواعد البيانات data field هذا حق قاعدة البيانات data format هي تنسيق البيانات هي قواعد البيانات اما النص او رقم الى اخر شو راح يظهر في حينها شو راح يظهر اوكي ادكم ايضا data source هو مصدق قواعد البيانات او الادات التي تتحكم في هذه البيانات ال enable نانا enable هو مصدق قواعد البيانات او الادات التي تتحكم في كل هو تمكين الادات فهي عادة true يعني بالنسبة نجي ال enable هي عادة ايش true ولكن عندما تكون false معنى انه مثلا اذا جعلت false شو حيص المفروض المفروض انه هاي القاعدة ستكون الادات بلون رمادي وغير قابلة للاستخدام يعني كأنه اوقفت عملها حتى لا تشتغل في الوقت الحاضر ولكن استطيع عملية ارجعها وذلك من خلال لترو الفونت الخط اللي قبل شوية شوفتكم شون قدرت تلاعب بي وكبرت وكذلك لون الخط فوق كلا ايضا بالضغط ها هنا هذه الوان system ونقدر نضغط هذا بحيث هنان اقدر استخدر اللون اللي ارغب بالنسبة طبعا هنا بدأ تظهر خلني نحول على label نال نال اللون ايضا فاصباح نال هذا هو لون الخط بعدين تجي ايضا عدنا height اللي هي طول الادات عدنا الاندكس واللي تستخدم اذا كانت الادات ضمن مصفوفة فيكون رقم الاندكس هو رقم الادات داخل تلك المصفوفة ايضا عدنا من الادوات المهمة ما يعرف بالانرفل وهو الفترة الزمنية المراد تنفيذ حدث مؤقت الحدث بشكل مؤقت بعد المروف large change وهو تغيير كبير طبعا هذا ايضا راح نتعرف عليه بالفصل السابع ان شاء الله left هو الموقع الادات الافقي الماكس وهو الحد الاعلى المينموم وهو الحد الادنى mouse icon وهو ايقانة الماوس mouse pointer طبعا هاي ايضا بتنميقين طبعا هاي شوفوا ها هنا هذا هو mouse icon وهذا mouse pointer الى اخره طبعا ايضا قلنا لكم يعني اذا في حالة بدل شوفونا نسا شون ديصير هاي كلها عبارة عن شو كيفية ظهور هذا الماوس شون هيظهر وهذا هو الايقونة مالتة شون حصير ده الريد نعم اوكي right or left تستخدم في البرامج العربية تحويل الادات من اليسار من اليمين الاسف الى اليسار small change وهو التغيير الصغير الى اخره هناك الكثير من الادوات هذه الخصائص هناك الكثير منها وكل خصائص تختلف من اداة الى اخرى من كائن الى اخر لكن هناك مجموعة من الخواص المشتركة من هذه الخواص المشتركة واهمها ما يعرف بالكابشن الكابشن ولتستخدم هذه الخاصية عندما تريد تغيير عنوان مثلا زر الليبل الموجود امامنا اذا غيرنا انا سيشير كلمة ليبل وخليت البدالة هاي الستار اللي هي تمثلي في هذا الوقت عملية الضرب ومن الممكن ايضا اشيل هاي العلامة وشكتب هناك انه اقول علامة الضرب اوكي طبعا اللي تشوفون اقدر اما من هنا اكبرها حتى تظهر الكتابة او اصغر الكتابة بالذهاب الى فونت اوكي ونصغرها مثلا اقول له اوكي وهكذا هاي واحدة من اهم الخصائص المشتركة خاصية الني خاصية الني طبعا هاي الخاصية متوفرة فقط اثناء التصميم خاصية الاسم هي خاصية تشترك فيها كل الكائنات وهي تحدد الاسم الذي ستستخدم انت للاشارة الى الادات اثناء كتابة البرنامج فكما قلنا عندما نضع عدات معينة على النافذة للبرنامج مباشرة يقوم برنامج الفيجوال بايسيك بتسميتها بطريقة اوتوماتيكية باضافة الاسم ثم الرقم مثلا مثلا دعوا شوفون هنا هو عبارة عن label one هو ايش label one باعوا name هو عبارة عن label one بالنسبة مثلا هنا لهو text لهو textbox لهن باعوا name text one لكون انه هذا هو text one ليش في حالة اذا هس انا ضفت text ثاني مباشرة النام اللي هيظهر عندي هيكون النام text one حتى يميز عن منه عن text one الاول الموجود هنا طبعا هاي الاسماء هل يعتبر نقدر اغيرها لا مثلا انه حاولت انه اريد اغير هاي التسمية لنفرؤ مباشرة رح يطير رسالة خطأ يقول انه ما يصير not a legal اوكي ما كو شي اسم هاي الاسماء خاصة وثابتة لا يمكن التلاعب بها انت تستطيع انت تلاعب بالتسميات في اماكن اخرى مثل ما قلنا هنا بالنسبة لل label بالذهب الى caption اللي هو caption هذا بالنسبة لل text نذهب الى كلمة text ونغير العنوان او نشيل لان احنا قلنا text بشكل عام لاخراج النتائج text لاتخراج او ادخال يعني ادخال والاخراج للنتائج فبالتالي ايضا نصفر نجعل خصائص اللون طبعا خصائص اللون احنا قلنا لدينا مجموعة من خصائص الالوان اللي هو مثلا 4 color او مثل هذا ايضا لدينا back color اللي هي high اللي شفناها طبقناها هنا قبل شوي بالlabel هذول هذول متوفرين اثناء عملية التصميم والتنفيذ تتحكم هاتان الخاصيتان في لون الكتابة ولون الخلفية اوكي هسا لنفرض آنسة مدام هنا اشتغلت خلي اضيف code خلي اضيف code طبعا انت وستويت double click على الادات التي ارغب باضافة الكود اليها double click فتحت لي صفحة جديدة راح نعرفها ايضا بعد شوية ليه صفحة كتابة الكود راح اكتب اوكي اهناني انه هذا هو label one dot انا سجد اضيف لأ انا اريد اضيف لأ الوان اريد اغير بشغلة الالوان الي موجودة اوكي four color هذا ست اشوف اما ومباشا بدأ يظهر لي هو انت ش تريد تريد تسوي انه four color اوكي هي هاي الخاصية الي هي four color فبالتالي اوكي ضفناها لازم نضيف اهنان يساوي اوكي لان احنا كل حالة حالة مثل الرياضيات انت شن العمل اللي تريد اضيفه نكتب نوعية الالوان اللي احنا هسه ذريد يعني او نضيفه او نتلعب بيها بالطريقة مالتها طبعا اهنان بنحضيف رقم واحد هذا اللون الاول بعد انت وست علي حقو الاران